مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى المسائية مساء الخير أحمد مرحبا للقالية أهلا بكم مشاهدين الكرام قبل الدخول في تفاصيل المسائية ننتقل إلى بتة منتري داري التي سنصحبها لمجز لأهم الأنباء مرحبا بتة مرحبا بكم أحمد والقالية مشاهدين الكرام موجز الأنباء يقدمه معي بلغة الإشارة سلمو الحميدي استقبل رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني صباح اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوت وزير شؤون خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرجي لافروف تنور اللقاء مجالات تعاون بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك حضر المقابلة من الجانب الموريتاني وزير شؤون الخارجية وتعاون الموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم المرزوق ومدير ديوان رئيس الجمهورية سيد اسماعيل والشيخ أحمد وسعادة السيد محمد محمود ولداهي سفير موريتانيا في موسكو والسيد هارونا تراوري مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية كما حضرها من الجانب الروسي سيد ليونيد باكدانوف نائب وزير الخارجية الممثل الخاص لرئيس الجمهورية للبلدان الوسطى والإفريقية وسعادة السيد بوريس زلكو سفير روسيا الاتحادية في نواكشوت والسيد أليكزانر كينش المدير قسم شرق الأوسط وسيد أكور بلياف نائب مدير الشرق الأدنى نائب مدير إدارة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم بالقصر الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني وسنوافق مشاهدنا الكرام بالبيان الصادر في أعقاب مجلس الوزراء بفور وصوله إلينا إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سيد محمد سالم المرزوق اليوم بمكتبه في نوكشوت مباحثات مع نظيره وزير الخارجية الروسي سيد سيرجي لافروف الذي يزور بلادنا حاليا وتناول الجانبان خلال اللقاء علاقات تعاون بين البلدين وسبلات عزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين كما تم بحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك واترأس الوزيران بقاعة الاجتماعات بالوزارة جلسة عمل حضرها أعضاء الوفدين الموريتاني والروسي وتم خلالها تناول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز تعاون بين موريتانيا وروسيا في ختام جلسة العمل هذه عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا سلط فيه الضوء على مختلف الملفات التي تباحث حولها خاصة ما يتعلق منها بتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والدور الذي تطلع به بلادنا في المنطقة وقد أكد وزير شؤون الخارجية وتعاون والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم المرزوق على همية الدفع بعلاقات تعاون بين البلدين نحو مجالات أرحب مشيرا إلى أن الآراء متطابقة في مواقف موريتانيا وروسيا حول بعض القضايا المهمة وخصوصا ما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل وأضاف أن بلادنا انتهزت فرصة زيارة سيد لافروف لها لتذكير ببعض ثوابت للسياسة الخارجية للبلد ومنها تشبث بقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن بدوره أشهد وزير الخارجية الروسي بالدور الذي تلعبه موريتانيا في المنطقة مؤكدا أن مجالات عديدة من التعاون بين بلاده وموريتانيا ستتوسع خاصة في مجالات الصيد والزراعة وأضاف الافروف في حديث أثناء المؤتمر صحفي المشترك أن بلاده تحترم قرارات قيادة موريتانيا ودورها في تسوية الأزمات في القارة الافريقية وخاصة تلك القريبة منها في الصحراء والساحل مؤشيرا إلى أنه كان يجب عليه القيام بهذه الزيارة منذ وقت ولكنها يضيف الوزير الروسي تتزامن مع مرور ستين عاما على إقامة العلاقات بين البلدين لتشكل مظهرا من مظاهر الاحتفال والاحتفاء بهذه العلاقات وأكد وزير الخارجية الروسي أنه تباحث مع وزيرنا للخارجية حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لإيصال علاقاتنا إلى مستوى جديد مشددا على همية تعزيز الشراكة خاصة في مجال صيد السمك إذ تنشط قوارب روسية في المياه الإقليمية الموريتانية في موضوع آخر انطلقت صباح اليوم بالعاصمة أعمال ورشة عمل للمصادقة على وثيقة الوضعية المرجعية للخدمات من أجل إنشاء إطار الوطني لخدمة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا والمناخ في بلادنا الورشة المنظمة تحت إشراف وزارة تجهيزي والنقل ستتناول مواضيع من بينها التقلبات المناخية وبرامج تنظيم الرصد الجوي الأمين العام لوزارة تجهيزي والنقل السيد نويول الشيخ عبيدي وضح أن مكافحة تغير المناخ تأتي ضمن أهداف السياسة العامة للحكومة الهدفة إلى توحيد وتعزيز الإنتاج والإمداد والتطبيق الفعال لخدمات ومعلومات الأرصاد الجوية والمناخية مشاهدنا الكرام وصلنا لنهاية الموجز أشكر سلم لحميدي الذي رافقني في تكديمه بلغة الإشارة أعود إلى أحمد والغالية شكرا لك بتا مشاهدنا الكرام تفاصيل المسائية بعد تفاصل قصير أهلا بكم مستقبل رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني الصباح اليوم بالقصر الرئاسي بن وقشوت وزير أشهر لخارجية روسيا الاتحادية سيد سيرغي لافروف تناول اللقاء مجالات التعاون بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزه والقضايا ذات الاهتمام المشترك حضر المقابلة من الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين من خارج السيد محمد سالم المرزوق ومدير ديوان رئيس الجمهورية سيد اسماعيل والشيخ أحمد وسعادة سيد محمد محمود ولداهي سفير موريتانيا في موسكو والسيد هارون تراوري مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية كما حضرها من الجانب الروسي السيد ليونيد باقدانوف نائب وزير الخارجية الممثل الخاص لرئيس الجمهورية للبلدان الوسطى والإفريقية وسعادة سيد بوريس زيلكو سفير روسيا الاتحادية في نواكشوط وسيد أليكزانر كينشك مدير قسم الشرق الأوسط وسيد إيغور بلياف نائب مدير إدارة شرق الأدنى وشمال إفريقيا وبعيدا لقادة الوزير وشؤون الخارجية شؤون خارجية روسيا الاتحادية بتطريح لصحافة الوطنية وضح فيه أنه وجه باسم بلده دعوة إلى رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني للمشاركة في القمة الثانية لروسيا وإفريقيا المقررة في الفترة ما بين السابع والعشرين والتاسع والعشرين يوليو المقبل في سانتا باترسبورغ كما تباحث معه حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك أجرينا لقاءا ذريا ومذيرا للاهتمام مع رئيس الجمهورية في موريتانيا وقد ناقشنا في المقام الأول علاقات نصنائية واتفقنا على تخليد لائق في العام المقبل لمرور ستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقد كانت هذه الفترة عنية بالتعاون المكثف في مختلف المجالات خاصة التجارية والاقتصادية والإنسانية إضافة إلى التعليم وبالطبع السياسة الخارجية لدينا فهم المشترك لضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية وخاصة لاتصالات المباشرة بين الهيئات ومؤسسات الأعمال في البلدين وفي هذا الإطار يهتم الفاعلون الاقتصاديون الموريتانيون بالمشاركة الفاعلة في الملتقى الاقتصادي روسيا إفريقيا اللي سيسبق المؤتمر الروسي الإفريقيا الثاني المقرر في نهاية يوليو المقبل بمدينة سانت بوترسبورغ في المجال الثنائي تتميز العلاقات التقليدية بين البلدين بشكل خاص بالتعاون في مجال الصيد البحري ولدينا اتفاقيات في هذا المجال تعمل بموجبها سفن صيد روسي في المنطقة الاقتصادية الموريتانية وقد شكرنا أصدقاءنا الموريتانيين على اهتمامهم الإيجابي بهذا العمل وعلى اهتمامهم بمواصلة تهيئة الوروف المناسبة لبحارتنا لكن بالتوازي مع ذلك نريد تنمع علاقات التعاون بتشمل مجالات أخرى مثل استخراج المعادن والصحة وفيما يتعلق بالصحة لدينا علاقات تقليدية طيبة من زمن الاتحاد السوفيتي في مجال تكوين الأطر للمؤسسات الصحية الموريتانية بما في ذلك إرسال البعثات الطبية الروسية إلى موريتانيا لتقديم العون لزملائهم هنا أكثر من 1500 مواطنين موريتاني تلقوا تعليمهم العالي عندنا ويعمل كثيرون منهم في مواقع حكومية وإدارية مهمة بما في ذلك قطاع الخارجية كما يعمل كثير منهم في مجالات اقتصادية مهمة ونحن مرتاحون لأن تجربتهم ومعارفهم تلقى التهمين والتقدير في موريتانيا فيما يخص القضايا الدولية لدينا تطابق في وجهات النواري حول ضرورة تفعيل الجهود دعما للقانون الدولي ودعم مبادئ ميذاق الأمم المتحدة ولدينا هنا أرضية جيدة للعمل المشترك تناولنا قضايا القارة الإفريقية ونحن كما هي حال زملائنا الموريتانيين يقرقنا تنامي التوترات في منطقة الصحراء والساحل حيث ينبغي توحيد الجهود لمواجهة أكبر فعالية للأعمال الإرهابية التي ما زالت حاضرة بل وتتصاعد إلى حد ما تناولنا كذلك موضوع النزاع للصحراء الغربية فيروسيا كانت ضمن مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي اهتمت بإعداد خطوات محددة لتطبيق قرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص لكن الآن توقف هذا المسار ونعتقد أنه من الضروري العودة للبحث عن خطوات ملموسة للتقدم في حل هذا النزاع وفق قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد وبالطبع لم نكن لنسكت عن تناول الوضعية الإجيوسياسية العامة أو الأزمة الإجيوسياسية التي يتسبب فيها الغرب عن قصد من خلال محاولاته استخدام أوكرانيا من أجل إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وفق تعبيرهم استعرضنا بالتفصيل منشأ هذه القصة وهذه الأزمة برمتها وقد شرحنا العمل الذي تقوم به روسيا لمنع تقويض نظام العلاقات الدولية المؤسسة على مبادئ نيثاق الأمم المتحدة وتقاسمنا المعلومات حول الخطوات التي تقوم بها روسيا من أجل منع انهيار الأمن الطاقوي والغذائي العالمي بما أن خطر هذا الانهيار قائم بالفعل بسبب الأعمال الأحادية غير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة وشركاؤها وكما أسلفت ناقشنا التحضير للنسخة الثانية من مؤتمر روسيا إفريقيا المقررة في الفترة من السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين يوليو وقد أكد السيد الرئيس الذي شارك في المؤتمر الأول الذي التأم في خريف 2019 عزمه على تلبية دعوة الرئيس بوتين والمشاركة في القمة نهاية يوليو المقبل نحن شاكرون لأصدقائنا الموريتانيين على الحفاوة وكرم الضيافة وقد دعوت زميلي وزير الخارجية لزيارة روسيا الاتحادية في الوقت الذي يراه مناسبا اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم بالقصر الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسم التالية مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العمومية مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط عمراني لمدينة النعمة مقاطعة النعمة ولاية الحوض الشرقي وإعلان المنطقة المخصصة للتوسعة ذات نفع عام يهدف هذا المشروع إلى استصلاح مدينة النعمة بشكل متكامل عالي لشودة على مساحة إجمالية تبلغ ثلاثة آلاف وواحدا وأربعين هكتارا مواتية لتطويرها وضمان بيئة معيشية مناسبة للسكان مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للشباب والرياضة وقدم وزير العدل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج وكالة بيانا عن الوضع الدولي وقدم وزير الداخلية والمركزية بيانا عن الحالة في الداخل وأخيرا اتخذ المجلس لإجراءات الخصوصية التالية وزارة الصحة المؤسسات العمومية المعهد الوطني للبحوذ في مجال الصحة العمومية المدير العام دكتور محمد عبدالله والبلاه وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة ديوان الوزير مكلفون بمهام محمد سالم بشير خبير اقتصادي رباب هاشم أخصائية علوم وتكنولوجيا أخصائية علوم وتكنولوجيا الأغذية الإدارة المركزية مديرية الصناعة المدير المساعد لي مامدو مهندس في الزراعة والتغذية مسؤول قسم الجودة في الشركة الموريتانية لمشتقات الألبان سابقا المؤسسات العمومية المديرية العامة للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للمواد الغذائية المدير العام الدكتور محفوظ بي أخصائي في الصحة العمومية مكلف بمهمة سابقا المديرة العامة المساعدة ألام ملاي علي أخصائية في الكيميا الحيوية مكلفة بمهمة سابقا وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ديوان الوزير مكلفون بمهام يحفظ شريف محمد مهندس مدني مدير عامل مديرية العامة للمباني والتجهيزات العمومية سابقا في نفس الوزارة محمد سالم تقي الله مهندس مدني مفتش الإدارة المركزية مديرية الصيانة المدير محمد محمود للصيام مهندس مدني منسق مشروع سابقا المدير المساعد المصطفى أحمد والجوديا رئيس مصلحة سابقا مديرية التنمية والتخطيط والتنظيم الحضرية المدير المساعد عبدالله والمحمد إطار بنفس الوزارة مديرية الخرائط والمعلومات الجغرافية المدير المساعد لسانا ديانبا صو حاصل على شهادة الماستر اثنين في الهجرة والحكامة الترابية والعقارية والعقارية كما تم بحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشتركة وترأس الوزيران بغاية الاجتماعات بالوزارة جلسة عمل حضرها عضاء الوفدين الموريتاني والروسية وتم خلالها تناول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين موريتانيا وروسيا وفي ختام جلسة العمل عقد الوزيران مؤتمرا صحبيا سلط فيه الضوء على مختلف الملفات التي تباحث حولها خاصة ما يتعلق منها بالتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والدور الذي تطلع به بلادنا في المنطقة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج أهمية الدفع بعلاقات التعاون بين البلدين نحو مجالات أرحب الترحيب بعالي الوزير ولهد المرافق له وجد له الشكر على اختيار موريتانيا كمحطة مهمة في زيارة الإفريقية وكانت زيارة فعلا مهمة و أذكر فقط بأن علاقات بين البلدين هي علاقات عريقة وعمرها سيكون في سنة 2021 ستة عقود من الزمن إن شاء الله سنة القديمة إذن علاقات قديمة وكانت دائما علاقات بنية على الإحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتشمل مجالات التعاون متعددة بينها تكوين والتعليم والصيد والصحة وقد اجريت اليوم مباحثات مع الزميلة السرقية بروفو المباحثات كانت مهمة وتعرضنا خلال هذا اللقاء مختلف لقضياء ثنائية بعلا وكذلك أيضا القضياء الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والقضياء على المستوى الدولي وخاصة الأزمة الأوكرانية الروسية وانعكساتها على القارة الأفريقية وتطرقنا لبعض القضياء المهمة وهمت طابق الأراء لأن على مستوى بعض من الأمور مهمة جدا على المستوى الدولي وخصوصا ما يتعلق بالوضع على مستوى الساحل وذكرنا وأكدنا موقف بلدنا الثابت الوضعية في الساحل في دول الساحل الوضعية خطيرة جدا والحل يكون تتفعي منظم الدول الساحل الخمسة تهزن الفرصة بالتتذكير ببعض من الثوابت للسياسة الخارجية للبلد وذكرنا أساسا من ثوابت الأولى هو التشبث بقواعد القانون الدولي ومبادئ ميزاق الأمم المتحدة وهذا الميزاق يهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن وتقوم على احترام أيضا سيادة الدول والتسوية السلمية للنزاعات والمشاكل المطروحة وثابت الثاني للسياسة الخارجية هو احتمال تعاون متعدد الأطراف كأداة فعالة في التطوير وتسيير العلاقات بين الدول وكذلك أيضا من السلابت وهو التكريس سن التشاور والحوار كمنهج لأساسي في مجال العلاقات بين الدول وأكدنا في هذه السياق رغم كل شيء تتفهم البلد وبريتانيا لشقالات لأمن الروسية وعلى ضرورة اتخال للاحتبار هذه الاهتمامات لأنها لها دور مهم في الأمن والاستقرار في أوروبا وكذلك على المستوى كذلك أيضا على المستوى الدولي وتم لنقاش على ضرورة التطوير وتعميق التعاون الثنائي بين البلدين وتم الاتفاق على الاتخاذ كل الجراءات لتطوير ذلك العلاقات بين البلدين الروسية الاتحادية والجمهورية الاسلامية الموريتانية واستعرضنا أيضا التداعيات الخطيرة للأزمة الأوكرانية الروسية ونعكسات خاصة على مستوى القارة الأفريقية ونكت الانعكسات هي واضحة على مستوى المجال الطاقة ومجال الأمن الغذائي وسلاسة التموين أيضا والأمن وسلم بشكل عام وقد عبرنا من نحن من جانبنا عن ضرورة إيجاد حل سريع لهذه الصراع على طاولة المفاوضات يجنب العالم للمزيد من المآسي والأزمات الفضاء وهي قناعة عند البلد على أن هذا هو الحل المهم في هذا الجانب وبدأ وبدأ لأنه تخوه كبير من توسع الحرب وهذا فيعل يخلق قلق على مستوى الشعوب الأفريقي وتم اتفاق أيضا على إيجاد والبحث عن آلية تطوير التعاون الثنائي بين البلد شكرا بدوره أشهد وزير الخارجية الروسي بالدور الذي تلعبه موريتانيا في المنطقة مؤكدا أن مجالات عديدة من التعاون بين بلاده وموريتانيا ستتوستع خاصة في مجالات الصيد والزرع وضاف لفرو في حديث أثناء المؤتمر الصحفي المشترك أن بلاده تحترم قرارات قيادة موريتانيا ودورها في تسوية الأزمات في القارة الإفريقية وخاصة تلك القريبة منها في الصحراء والساحل مشيرا إلى أنه كان يجب عليه القيام بهذه الزيارة منذ وقت ولكنها يضيف الوزير الروسي تتزامن مع مرور ستين عاما على إقامة العلاقات بين البلدين لتشكل مظهرا من مظاهر الاحتفال والاحتفاء بهذه العلاقات يؤكد وزير الخارجية الروسي أنه تباحث مع وزير وزيرنا للخارجية حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لإصال علاقاتنا إلى مستوى جديد مجددا على أهمية تعزيز الشراكة خاصة في مجال الصيد السمك تنشط قوارب روسية في المياه الإقليمية الموريتانية في موضوع منفصل انطلقت صباح اليوم بالعاصمة أعمال ورشة عمل للمصادقة على وثيقة الوضعية المرجعية للخدمات من أجل إنشاء الإطار الوطني لخدمة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا والمناخ في بلادنا الورشة والمنظمة تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل ستتناول مواضيع من بينها التقلبات المناخية وبرامج تنظيم الأصلي الجوي بهدف عرض ومناقشة وثيقة الوضعية المرجعية للخدمات للمصادقة عليها من أجل إنشاء الإطار الوطني لخدمة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا والمناخ في بلادنا تأتي هذه الورشة المنظمة من قبل الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بإشراف وزارة التجهيز والنقل لصالح الفاعدين في قطاع الأرصاد الجوية وخبراء المناخ بالتعاون مع منظمة الرصد العالمية تعتبر ورشة العمل التي تجمعنا اليوم خطوة مهمة في مكابحة تغلبات المناخ وتغيره من حيث أنها تهدف إلى توحيد وتعزي الإنتاج والإمداد وتطبيق الفعال لخدمات ومعلومات الأرصاد الجوية والمناخ ذات الصلة والتي يسهل فهمها من أجل حصول المعلومات السهلة للإستخدام من قبل المختلف لمستخدمين وصولنا القراء مدير الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية سيد كوليبالي حامد أدمى أكد أن التقلبات والتغير المناخية يتطلب تطوير استراتيجيات لتقديم المعلومات المناخية بطريقة سلسة موضحا ما سيعكسه ذلك من تطور في قطاع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بدوره أوضح سيد ممثل منظمة الرصد العالمية أهمية ورشة العمل في دمج أحدث الإسهامات القطاعية لتحسين وثقة الوضعية المرجعية لخدمات الأرصاد الجوية والهايدرولوجية والمناخية من خلال مناقشتها مع الخبراء الدوليين والفاعلين في هذا المجال في بلادنا كما تحدث السيد صيد تراوري ممثل اللجنة الوطنية للعلوم المناخية عن إيجابية تنظيم هذه الورشة لإتاحة الفرصة لمختلف الفاعلين في المجال من أجل التبادل الخبرات والمساعدة في تطوير والتقديم خدمات عالية الجودة الورشة تضمنت عروضا قدمها خبراء في المناخ والأرصاد الجوية لوضع الأسس للتطوير الاستراتيجية وخطة العمل لتفعيل الإطار الوطني لخدمة الأرصاد الجوية والهايدرولوجيا والمناخ نظمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمنظمة الأمم المتحدة في بلادنا بتعاون مع سفرتي سويسرا ونرويج حفلا لتكريم فريق مكافحة حرائق المراعي المكون من متطوعين في مخيم بر للاجئين في مقاطعة باسكنو بولاية الحفظ الشرقي كان الفريق قد حصل ضمن خمسة أعمال الإنسانية لهذا العام على جائزة نانسن للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن منطقة إفريقيا لسنة 2022 وأكدت موثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بلادنا أهمية هذه الجائزة نظرا للجهود المقدرة في حماية البيئة في مخيم بر والمناطق المحيطة به من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية الحيوية للاجئين والسكان المستضيفين بدورها أكدت ليليا بيتريايا موثلة الأمم المتحدة في بلادنا أن أهمية هذا التكريم والجائزة التي ستجعل مثل هذه المبادرات تتعزز وتتحقق أو تحقق المأمول توالت المداخلات في هذه الاحتفالية حيث هنأ المتداخلون الفائزين بجائزة نامسن للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حضر هذه الاحتفالية سيد الشيخ اللواه منسق تلمية الحوض الشرقي وبعض الصفراء المقيمين في بلادنا أدت والنواكشوط الشمالية سيدة طفيلة منتحادا اليوم زيارة تفقد والطلاع لبعض مراكز الإحصال لداره ذي الطابع الانتخابي على مستوى الولاية وخلال الزيارة طلعت الوالي على عدد من المراكز في مقاطعة دار النعيم وتجنين وتيارته واستمعت لشروح مقدمة من طرف القائمين على هذه المراكز وطريقة سيل العملية وانسيابيتها وكدت الوالي خلال الزيارة ضرورة الإقبال المستمر للتسجيل على اللوايح الانتخابية للتمكن لاحقا من أداء الواجب الوطني وعلى هامش الزيارة أوضحت الوالي أن العمل يجري تبعا للخطة المرسومة لها تتهاي الزيارة في إطار مواكبة الإحصال الإداري للطابع الانتخابي اللي انطلاق على المستوى الوطني من قراب عشر أيام وعلى المستوى الحمد لله الولاية تجري عملية الإحصال صيفة سليسة ومالي وطيرة جد مطمئنة لأن نحن على المستوى التسجيل الحمد لله على مستوى الولاية يوم أمس وصل التسجيل 77 964 مسجل في الاربعين مركز المتفرقة على مستوى مقاطعات الولاية وهذا الرقم هو الأول على المستوى الوطني حتى الآن معناها أن العملية بصيفة عامة تجربة سيابية وفي ظروف جيدة يبقى فقط أن أكد على المواطنين أن يالتهم يتوجهوا لهذه المراكز ما حدا ما زال عندهم الوقت إياك ما يحانوا الأوقات الفات تأخر الوقت يخلق قدر من الرنق ومن الزحمة عليهم إختارهم ينتهزوا فرصتي عشرين يوم ما زالت إياك يسجلوا أيضا ما ينبه عن هذا الإحصاء أنه إحصاء أصلي وليس إحصاء تكميري وبالتالي يالت كل حد يالت مارس حقه في اختيار ممثلين على مستوى المجالس الجهوية والبلدية وعلى مستوى النيابيات يالت يعود موجود على اللايحة الانتخابية في العصابة أدى ولي الولاية زيارة تفقدية لعدد من مراكز الإحصاء الإداري في الطابع الانتخابي بمدينة كيفا ومكنت الزيارة السلطات الإدارية من الوقوف على سير عملية التسجيل على اللايحة الانتخابية وحجم إقبال المواطنين من مكتب الإحصاء للطابع الانتخابي في دار الشباب بمدينة كيفا بدأت السلطات الإدارية بولاية العصابة جولة تفقدية لسير عملية تقييد المواطنين على اللايحة الانتخابية جولة قادت إلى عدة مراكز للإحصاء داخل المدينة طلعت خلالها على التسهيلات المقام بها من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات ومدى إقبال السكان على التسجيل الإحصاء طلعنا على أنه يجري في ظروف جيدة وأنه يتقدم بوتيرة لله الحمد لا بأس بها باللي احنا اليوم فتنة الحصيلة العامة لحقنا خمسة وخمسين ألف واللايحة الانتخابية الماضية 2019 حد خرصها فيها 133 481 بهذه الوتيرة نتمكن إن شاء الله من الوصول إلى اللايحة الانتخابية الماضية ونزيد عليها بعشرين في المية المجتمع المدني كان له دور أساسي في توجيه المواطنين عبر إرشادهم وشرح كيفية التسجيل على اللايحة الانتخابية دورنا كمجتمع مدني هو نعب الناس ونصاحب إياك لأنها تحصل للوايح الانتخابية ونعطوه لها طريقة لتحصل بها كل رجاج يقدم بطاقة تعريفه ويبصم ويقول بيروه اللي يصرر أنه يزرق فيه ونقبله معلوماته ونعطاه له رسيه ويخلى ماشي والحمد لله من الساعة اللي بدأت العملية ما قد تجبرنا مشكلة الناس تسجل من الساعة الثامرة مع الصباح إلى الساعة الثانية يتخلق البوز ومن الساعة الثالثة والنص إلى الساعة الساتة بدخوله لأسبوع الثانية تظهر الإحصائيات المسجلة الوتيرة المتزايدة للتسجيل على اللائحة الانتخابية بولاية العصابة ما سينعكس على حجم المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة تالي الصاد قناة الموريتانية مدينة كيفا وفي ولاية البراكنا أدى والي الولاية سيارة تفقد وطلاع لمقاطعة تيمبان تفقد خلالها عددا من المصالح والمرافق الخدمية المزيد عن هذه الزيارة نتابعه في سياق تقرير ورسلة الموريتانية بالبراكنا من مقاطعة تيمبان بدأ والي ولاية البراكنا سيد محمد السالك جولته الاستطلاعية التي يقوم بها حاليا لجميع مقاطعات الولاية من أجل الاطلاع عن قرب على الظروف العامة للمواطنين استهل الوالي زيارته بالمدرسة رقم اثنين بمقاطعة تيمبان كما تفقد مركز استقبال المواطنين واطلع بشكل ميداني على طبيعة العمل داخل أقسامه مستفسرا عن المشكلات والمعوقات المطروحة للمواطنين على قر مقاطعة تيمبان عقد والي البراكنا اجتماعا موسعا مع السلطات المحلية والمنتخبين والمواطنين استعرض خلاله جهود الدولة في مجال الزراعة والرفع من مستوى أداء القطاعات الانتاجية وتمكين المواطنين من خدمات الصحة والتعليم بدأت هذه الزيارة بمبان أولا لكن أكدوا المواطنين أنهم بلمنين عادوا مهمين عند الدولة مهمين عند الددارة ومنواجب لدارة لأنها باللمنين عادوا المواطنين يريد أن تتصل عليهم ويريد أن تتحك بهم تشاهد مشاكلهم وتقود قريب لهم هذا هو الأساس بالنسبة للزيارة وهذا هو الأساس إياك نبدأناها بمبان إياك مستوياتها كاملة لأنها تقود قريبا من المواطن وتقود قريبا منه معناها لأنها توصلوا باللي منين كان يقير الموالي لأعاد ينيني فوتيجيها تصنى تلو تقود قريبا منه تصنى تلو تحلوا المشاكل هذا هو مفهوم تقريب ددارة من المواطن لأن المواطن يحث على ددارة هون إدارته وخلال هذا الاجتماع أفسح الوالي المجال أمام المواطنين لطرح مشاكلهم وملاحظاتهم وهنا تحدث المتدخلون أساسا عن التحديات المطروحة للمزارعين في المنطقة وضرورة سد النقص الحاصل في التعليم والصحة وفي معرض رده على مداخلات المواطنين أكد والي ولاية البراكنة أن جميع المشاكل التي تم طرحها خلال الزيارة سيتم التغلب عليها في القريب العاجل تجسيدا لستراتيجية الدولة الهدفة إلى تقريب الخدمة من المواطنين عبدالوذود السدنة الموريتانية مقاطعة بان في ولاية داخل تنواذيب ودى الولي صباح اليوم زيارة تفقد والطلاع لمركز بولنوار الإداري التابع لمقاطعة تنواذيب الزيارة إلى ربط الصلة بسكان لتعرف عن قرب على وضعيتهم راهنة والاطلاع ميداني على مدى حصولهم على خدمات المرافق العمومية في أول زيارة له داخل الولاي طلع والد تنواذيب سيد ماحو الحامد على سير العملية التربوية في مدارس التعليم بشقيها الأساسي والثانوي ببلدية بولنوار بهذه المؤسسات تم الاطلاع من خلال وعلى الوضعية الراهنة لهذه المؤسسات التعليمية والحرص على التسوية الميدانية لبعض المشاكل العالقة المتعلقة بالإنارة وبعض التجهيزات المكتبية وطاقم التاطير بثانوية المدينة كما حظيت الخدمات الصحية بالمركز الصحي ببلنوار بقدر من الاهتمام ضمن زيارة التفقد والإطلاع التي أداها والولاي لهذه البلدية هي تعرف على الخدمات التي يسديها المركز الصحي وعينت الأشغال الجارية في تأهيل وتوسيع هذه المنشات الصحية بتمويل مشترك من وزارة الصحة وبلدية بولنوار وهيئة سنيم الخيرية محطة ضخ مياه حق البولنوار الذي يغذي مدينة نواذيبو بالماء الصالح للشرب والمسجد العتيقي والمراكز المفتوحة للتسجيل على اللايحة الانتخابية من بين المحطات البارزة في هذه الزيارة التي توجت باجتماع بسكان بلدية بولنوار مثل واساسا في الاستماعي للمشاكل المطروحة عن قرب بغية إيجاد الحلول المناسبة إدارة ما تحل المشاكل وجودها صلا ما هو ضروري وهي مريق منها هدف هو حل المشاكل والإدارة ما يلا تقول لا نقدر نعدل والله ما عندنا له حل ما خالق شي ما عنده حل من أين يعود لي داخل فيطار مسؤولية لدارة واهتمامها هذا أقبال هو المنصص عليه هو المكلفين نحن أن نحلهم من المشاكل رئيس الجمهورية مكلفنا أن نقربوا من لدارة وآخر لقاء عدلوا مع المسؤولين السامين كاملين في الدولة مناسبة تخرج دفعات المدرسة الوطنية لدارة قالهم عن لصل من لدارة مفتقاها ومبرر وجودها والأحل لمشاكل المواطنين هذا إن شاء الله الدارنا عمل به وقد ثمن المتدخلون روح التعاطي مع المواطنين الذي أوهرته مختلف محطات هذه الزيارة وطالبين بتخطيط عمراني لمدينة بولانوار وباستمرارية مجانية المياه وتثبيت السعر القديم الكهرباء في المدينة ومكافحة البطالة في صفوف الشباب وزحف الرمال ورفع قدرة ضخ المياه وزيادة دكاكن أمل وتسهيل الحصول على الوثائق المدنية وثمن المتدخلون القرار المتعلقة بإنشاء المدرسة الجمهورية في تعزيز اللحمة الوطنية وبتدخلات الاجتماعية لهيات السنيم الخيرية وقدر الدوال الولاية سيد ماحو الحامد على مختلف هذه المداخلات بإجراءات عملية لتلبية هذه المطالب بشكل يتوخى الصالح العام ويعزز ثقة المواطن في الدولة التي تسهر على تقريب خدماتها من المواطن طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد لشيخ الغزواني بهذا الخصوص من بلدية بولانوار لبات المداح الموريتانية تتواصل بمركز بولانوار لداري عملية التسجيل على اللوايح الانتخابية وسط ملاحظة إقبال ضعيف على هذه العملية ومن المنتظر أن تستمر عملية التحسيس الميدانية لحفظ المواطنين للإقبال على مراكز التسجيل في مركز بولانوار الإداري يستقبل هذان المكتبان التابعان للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشكل يومي عدادا من المواطنين الراغبين في التسجيل على اللوائح الانتخابية وقد حث والد داخل نواذيبو السيد ماحيو الحامد خلال زيارة تفقدية أدها لهذين المركزين على ضرورة نشر التوعية والتحسيس لتكثيف عدد المسجلين في المركز الإداري ومع ملاحظة القائمين على العملية بإقبال النسبة على التسجيل إلا أن العملية متواصلة بالتزامن مع حملة تحسيسية تقوم بها اللجنة الجيوية المشرفة على عملية التسجيل نحن بعد ما بخالنا بشيء من التحسيس واللقاء لمسؤولين هنا والشخصيات اللي يمكن تعد فيها تأثير تأثير على الناس مثلا بالتحسيس حتى أنا زرنا المدارس وطلبنا من المدرسين يستجلوا ويستجلوا أموالي تلاميذ اللي بلغوا العمر قبل يوم الزرق يوم الزرق وقلنا لهم وأموالي كان أموالي طرحنا عليه من المدارس يدخلوا كل بيت أبناء يدخلوا على والديهم في كل بيت ويقنعهم المدارس اللي منهم ما هم حتى الإجراءات المتخذة لتسهيل عملية التسهيل عبر استخدام هذه الأجهزة الحديثة عززت من رغبة المواطنين في الإقبال حيث لا تستغرق العملية الكثير من الوقت جاينا هون ذو مكاتب الإحصاء الإداري وسجلنا إن شاء الله المواطنين قبلوا إقبال جيد في المركز كما ترون تم تسجيل معظم العملية تسير إن شاء الله في وروف جيدة تسجيل طريقة جيدة ومطالصة مولي لكي لا لي تجيو وتبصم وتسجد بتغطيك تعريفية ومنعطالك روسيا وتنطلص جاينا اليوم بعملية الإحصاء اللايحة الانتخابية سجلنا الحمد لله على مستوى مركز بلدية بولنور وكان تسجيل مهم حد ذن مهم والله طريقة عصرية مدي وطالصة ما هي وقد وصل عدد المسجلين في مركز بولنور الإداري نحو 900 مسجل على اللوائح الانتخابية فيما تتواصل حملة تحسيسية حول أهمية أداء هذا الواجب الوطني علمين هذه قناة الموريتانية المركز لإداري بولنور وللمزيد حول هذا الموضوع نضيف منسق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بمركز بولنور الإدارية سيد محمد ولد تمين أهلا بكم سيد المنسق تراجع ملحوظ في عداد المقبلين على تسجيل على اللائحة بما تفسرون ذلك على كل حال شكرا لكم شكرا للتلفز شكرا للتلفز على العمل اللي قامت به اللي هو يدخل فيه صميم عمل نحن اللي هو التحسيس التحسيس اللي ما يقدر يستحشدونه على كل حال على كل حال تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل يتم التسجيل في الوقت المناسب بالغرض المطلوب وسخرتهم جميع الإمكانيات المادية والبشرية من طرف اللجنة الجهوية واللجنة المحلية ما شاء الله هنا ناحية البشرية هنا الكفاية هنا اثنين من الاحصاء من مفتحين لمركزين و يشتق بالو الناس ويترسوها فوقات المناسبة مثلا بكل سهولة و بكل سياب يظهر هنا بعض من قض قض عدم الرضاء على عدد المسجلين و حين بعد ما فاجأنا بين اللي نعرف وصلنا عن الموريتانيين ما يستجلوا يكون في الفترة الأخيرة في العشراء الأخيرة من الشهر و على كل حال و كنا عندنا مكتب ولفتنا فتحنا خاص بالجيش خاص بالجيش جيش عنده ترتيبات ما زالت لا يتتخذ إن شاء الله في المستقبل وهنا تيوم لمراكز قروية مراكز قروية ما فات الناس ما تتخذ الإجراءات الكفيلة توصيلهم الإحصاء وعلى كل حال ما سمع الملين يتموا هذه الإجراءات اللي هم على كل حال لجنة الإحصاء ما عندها مشكلة ولا يحتاج رشيس جنوب واللي خاص لا يجيها الناس في الوقت المناسب يأكس الجنوب بكل سيابية حتى الآن تم تسجيل 900 شخص مذن انطلاق الإحصاء لداري طابع الانتخاب ما السقف الذي تتوقعون الوصول إليه مع نهايته هذا الإحصاء على كل حال نحن لا وصل إلى كل يصل مقدر لمركز بولنوار مركز بولنوار ما رأينا ذا الذي كان مستجل للعمال الماضي وثيق ما قد نطلع عليها ولكن ما سنعا يوصل أقصى شيء صح لتوفر الظروف وقوة وقوة ملي الحاملة حاملة تحسيس اللي قايمة بها لدار لدار هون واللي قايمة بها البلدية والمنتخبين مثلا والناس ومجموعات المجتمع المدني حتى أن تصلنا بالمدارس وغنتية الانتخابات بمركز بولنوار لدارية سيد محمد الشيء شكرا جزيلا لك تواصل الفرق المتلقلة تابعة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية إحصاء سكان الريف بمقاطعة الكصيب واحد في ولاية غرغل فريقنا من مكتب الموريتانية بكي هيدي واكب إحدى هذه الفرق وأعدت تقريبات هذه على بعد 20 كم من مدينة كي هيدي تقع قرية سيانغابابي التابعة لبلدية جانكي هنا يبدأ القرويون بالتوافد نحو الأماكن المخصصة للتسجيل على اللوائح الانتخابية وفي هذه الساحة ترص الصفوف من أجل أداء الواجب الوطني استعداد للاستحقاقات المقبلة فمع بداية كل يوم ترابط هذه الفرق المتنقلة بين القريات لتسجيل الناخبين وذلك في إطال سياسة القرب من المواطن وتقريب الخدمات العمومية وسكان قرية سيان قبابة أنها ستمكنهم من التسجيل بأريحية عن اللائحة الانتخابية المكاتب هنا كاملي هو مكتب قنكي هو مكتب شوش هو مكتب السيال واللي لكن دوره سيال قبابة وهذا المكاتب تعبئة شاملة للمواطنين فجاك السجل ومهمتنا هو التسجيل لللاحة الانتخابية اللي يتخرج وشاكم والليساني جاي يحسي وقت تقريبا فات بدأ من عند تشوش إلى بلدية قنكي سيان ورومورو اليوم هو سيان قبابة إن شاء الله معدن خط سليم ما مناسي حد من عند خمس وعشر قريب البلدية إن شاء الله هم كامل إن شاء الله يحسوا لي القائمون على التسجيل أكدوا تفاعل السكان المحليين مع العملية الأمر الذي يعكس مستوى التعبئة والتحسيس داخل هذه القرى نتواجد حاليا في بلدية قنكي إحدى أكبر البلديات في مقاطعة الكصيبة نحرص على زيارة جميع القرى من أجل إحصاء سكان والعمل يتسير في ظروف جيدة ونطالب كافة الفاعلين بتحسيس المواطنين للإقبال على المراكز والنقاط المتنقلة لتقييد على اللايحة الانتخابية على مدى شهر كامل ستواصل هذه الفرق عملها بالتنقل بين مختلف القريات في الداخل وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل على اللائحة الانتخابية وفق وروف ستراعي فيها اللجان المخصص للعملية خصوصيات هذه المرحلة ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستضيف لكم منسق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في مقاطعة الكصيبة بولاية جورجل سيد الغوث بابا الغوث مساء الخير مرحبا بكم سيد الموستق في البداية هل لا وضعتمون في صورة الأجواء العامة للسير عملية الإحصائي الإداري ذي الطابعة الانتخابية في مقاطعة الكصيبة أولا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبي الكريم الإحصائي الإداري للطابعة الانتخابية في مقاطعة الكصيبة يسري بشكل جيد وسلس لله الحمد وعند بداية الإحصائي الإداري للطابعة الانتخابية اجتمعنا مع الإدارة الإقليمية والفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني التحسيسي من أجل ضرورة الإحصاء الإدارة الطابعة الانتخابي والولوج لللايحة الانتخابية كما تعلمون الإحصاء الإدارة الطابعة الانتخابية ليس تكميدي إنما هو إعداد لايحة جديدة ولا يمكن لأي شخص إن لم يسجل على هذه الليحة بالإدلاء بصوته يوم الاقتراع إن شاء الله شرحنا لهم الطريقة الإحصاء لدارة الطابعة الانتخابي والطريقة السلسة التي تجري بها والظروف التي إن شاء الله سوف يكون العمل بها وكانت على شكل عام غروف مرضية جيد هل من صعوبات في هذا الإطار خاصة في المناطق النائية وكيف يتم التعامل في هذه الظروف أو تتعاطون معها على مستوى القرى الريفية شكلنا لجنة مكونا من رئيس اللجنة المقاطعية وحاكم المقاطعة ومشرف الإحصاء الذي هو مكلف من طرف وكاتي الإحصاء الدموغرافي من أجل تسير هذه الأزمات لا قدر الله إن حصلت أما الآن ما شاء الله الأمور تجري على أحسن ما يرام وتقريبا قد نقلنا العدادة في البلديات الأربع إلى تقريبا أكثر من عشرين قرية ما هو العدد الذي وصلت وذلك يتجلى وذلك يتجلى في عدد المسجلين اليوم لأن عدد المسجلين إلى هذه اللحظة إلى هذه اللحظة 6,299 شخص وهذا ما يمثل نسبة 50% تقريبا من آخر إحصاء إداري أقيم به منذ أن كانت المقاطعة مركز إداري أما الآن أما الآن أما الآن فنطمح أن تكون هذه نسبة 300% فقط وأن يكون عدد المسجلين أكثر إن شاء الله جيد بإذن الله نتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا لكم منسق لجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في مقاطعة الكصيبة بولاية قرغل السيد الغوث باب الغوث على هذه التوضيحات في مركز جدر المحقن الإداري بولاية ترارزة يتواصل الإقبال على مركز الإحصاء لدري لطبع انتخابي تمهيدا للاستحقاقات المقبلة وتدخل عملية الإحصاء السبوع الثاني وسط إشادة من لدن بعض المواطنين المستهدفين بالعملية في ضد ما ترصده الجهاد المعنية من إمكانات نجسية وفنية تتواصل هنا في المركز الإداري سيدر المحقن عملية الإحصاء لدري للطابع الانتخابي حيث تشهد مراكز التسجيل إقبال المعتبرا من المواطنين للتسجيل على اللايحة الانتخابية والذي سيضمن لهم حق التصويت لاختيار ممثلهم في الاستحقاقات القادمة الحمد لله اليوم بدأت عملية تسجيل على مستوى قريجي الحمد لله التسجيل كان على مستوى المطروب الحمد لله إجهة الناس بكفافة سكاني إجهة كاملة قابلة عليه الحصار الحمد لله جئت إلى هذا المركز وسجلت على اللايحة الانتخابية حيث لم تأخذ مني العملية وقتا كثيرا وعليه أدعو جميع المواطنين إلى الإقبال على مراكز التسجيل لتأتي تواجبهما الانتخابي وتتسم عملية الإحصال دالي الطابع الانتخابي هذه المرة بالبساطة والسرعة فضلا عن استحداث إجراءات جديدة تتمثل في وجود التقنية لأخذ بصمة الشخص الذي ينوي التسجيل ومقارنتها بمعلومات بطاقة تعريفه لضمان شفافية العملية نحن نطمن الجميع لأن العملية تسجيل عندنا بسلاسة وبلاياق الحمد لله وفيما إقبال ما زال لباس فيه على مستوى مراكز التسجيل نحن نظرك مركز جيقينة وتسجيل متقدم فيه لله الحمد وهذه فرصة ننتهزة وندعو كافة الفاعلين السياسيين والمواطنين لأنهم يتجهون مراكز التسجيل لإياك يسجلوا على اللاحة الانتخابية العملية ما تتطلب بعد طويل ويكالناس اللي تمشي في المشاكل اليومية يخبرون أن يقولونها عن العملية ما تتطلب بعد طويل عملية التسجيل تسير هنا على ما يرام حيث تم تزودنا بكل الوسائل التي تمكننا من أداء مهمتنا وقد لمسنا تجاوبا كبيرا من المواطنين نأمل أن يستمر حتى يتحقق الهدف ويعكس مشهد الإقبال المتزايد على مراكز التسجيل العمل المقام به من طرف السلطات المعنية بالعملية من أجل إنشاح عملية الإحصاء من خلال توفير الوسائل الضرورية لتمكين المواطنين من الحصول على حقهم الدستوري في ظروف مرضية تم اليوم في مدينة النعمة إطلاق برنامج تمولات المدرر الدخل لصالح التجمعات النسوية بما فيها المعاوقات بولاية الحوض الشرقي يهدف هذا التدخل المنفذ من طرف قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة إلى استفادة أربعين تجمعا نسويا في الولاية بمباني الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة 43 تجمعا نسويا من مقاطعات ولاية الحوض الشرقي يستفيد من تسليم تمولات مدرة للدخل بما فيها النساء والمعاقات منطرف تجمع النسوي القاضي والإدخار بالوزارة يفيدنا بها لأننا نحن نشتغل به نحن نشتغل ومشاء الله عندنا جرديهات وعندنا كسكس وعندنا الصناعة التقليدية وهذا اللي زايدنا فاصلين فيه ندعموا بشي يشتغلوا بقالنا اللي الدعم ونبقوا يزيدونا فيه شاكرنا وشاكرنا الرئيس هذا اللي معدل لنا ودعمنا للدعم يجازيهم بخير قار فينا يساعدنا ويساعد تركتنا شاكرنا وزارة العمل الاجتماعي اللي قدمت لنا هذا الدعم اللي احنا فينا مصلحته وفينا قايته حتى وجزاها الله عننا خيرا يهدف هذا التدخل المقدم من طرف قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة إلى دمج المرأة في الدورة الاقتصادية والاجتماعية النشطة ضمن اتمامات السلطات العلياء في البلد يحتل التمكين المرأة وضمان مشتركتها في العملية التنموية مكانة بارزة دون البرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني حيث خصص لها محور مستقلة من تعاهداته للنفوض بها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وتناغما مع هذا المسعى يعمل قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة على تصبر وتنفيذ جملة من البرامج والمشارع الهدفة إلى تمكن المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ولعل من أهمها البرنامج الخاص بالتمويل المشارع المدرر الداخل في 43 تجمع نسوي في جميع المقاطعات بالولاية بدورها شدت رئيسة تجمعي النسوي للدخار والقرض السيدة عيشة تانيانك بالدور الكبير الذي تلعبه المرأة في بناء اقتصاد قاعدي يسهم في الدفع بعسلة التنمية المحلية داعية للجميع إلى ضرورة الانتاج وتسديد الأقصاط في وقتها حتى تقدم المرأة النموذج الأمزل في هذا الجانب وتبلغ التمويلات المقدمة للمشارع المدرر لداخل حدود 21 مليون وخمسمائة ألف أوقية قديمة بدون احتساب الفوائد المصرفية مع فترة إعفاء في التسديد تصل إلى أربعة أشهر ويتم استرجاعها على مدى 24 شهر الفاغولي الشيباني قناة المريتانية مدينة النعمة أشرف مستشار والي أدرير المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية السيد محمد سيد أحمل علم سامس رفقة حاكم مقاطعة أطار وعمدة بلديتها المساعد على إطلاف أطنان من المواد الغذائية متاهية الصلاحية ذلك في إطار استراتيجيات مندوبية الهادفة إلى حماية المستهلك عبر تفعيل الدور الرقابي بالإضافة إلى عمليات التحسيس المتكررة لصالح التجار والمستهلكين على حد سواء حول خطورة استعمال هذه المواد الفاسدة من جهة ومعاقبة المتاجرين بها من جهة أخرى وقد قدرت الجهات المعنية الكميات المتلفة بثلاثة أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وقد بيّن المندوب الجهوي للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة بأدرير في تصريح لقناة الموريتانية أن العملية تمت بالتعاون مع السلطات الإدارية وبلدية أدرير يتنزل هذا العمل في إطار الجهد المبدول من قبل المندوبية الجهوية لوزار التجارة بأدرير من أجل الحيلولة دون وصول المواد المتاجرين الصلاحية لمائدة المستهلك هو جهد ما كان ليكتمل لو لا المساعدة التي تلقيناها من السلطات المحلية وكذلك بلدية أطار أشكرهم جزيلا شكر هذا الجهد ينبضي أن نشرح أن غالبية المواد المحروقة الآن تمت تصرح بها من قبل التجار وذلك نتيجة للحزم الذي كانت تقوم به المندوبية واليقوى المتولدة لدى التجار لأن كل مخالف يطبق عليه القانون ثم الجناح الآخر الذي يسمى بالتحسيس هذين العنصرين الهامين هما ما أنتج هذا العمل دائما في أدرير لكن هذه المرة في الشأن الثقافي حيث احتضنت دار الشباب بمدينة أطار انطلق فعاليات ليالي عناق التراث والبيئة المنظمة بالتعاون بين منظمة نعم للحياة وجمعية ودان للثقافة وتذمين التراث تحت شعار لنسمع أصواتنا ونعتز بتنوعنا ويهدف المنظمون من خلال هذا النشاط الثقافي إلى تعريف أجيال اليوم على التراث الموريتاني المادي واللامادي من خلال إبراز قيمته الجمالية الأصلية وقد تنوعت فعالية السهرة الابتتاحية بين عروض تراثية ورقصات شعبية في الكلورية ومداخلات أشادت بتنوع وغينة تراث المحلي كما تم تكريم عدة هيئات وشخصيات تذمينا لما لعبت من أدوار وبدلت من جهود في سبيل ترقية العمل الثقافي على المستوى الشهوي مشاهدنا ختاما لهذه المسائية نذكركم بأبرز ما جاء فيها رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي وزير شؤون خارجية روسيا الاتحادية واللقاء يتناول مجالة التعاون وصبول تعديدها مجلس الوزراء يجتمع يو يعقد اجتماعه الأسبوعية بالقصر الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمهورية نواك شوط تحتضن ورشة عمل للمصادقة على وثيقة الوضعية المرجعية من أجل مشايل إطار الوطني لخدمة الأرصاد الجوية الهيدرولوجيا والمناخ في بلادنا نهاية الأشراء إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة